في أمر مختلف قدم صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان وليعهد أبو ظبن أبو القائد الأعلى للقوات المسلحة مبلغ 30 مليون دولار أمريكي مساهمة من سموه في دعم الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال وتم الإعلان عن مساهمة سموه خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار الوصول إلى صفر حالة شلل الأطفال تبرعات للقضاء على شلل الأطفال في العالم حضره سعادة يوسف مانع الاعتيب سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وضم عددا من ممثل الحكومات والمانحين والشركاء والعملين في مجال الصحة في القطاعين الخاصي والحكومي وتأتي مساهمة سموه في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التعاون مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس والمؤسسات الدولية المعنية بتوفير الخدمات الإنسانية والصحية للمجتمعات والشعوب المحتاجة وتقديم المساعدات لهم ترجمة نانسي قنقر